أما الحين فبنطرق لموضوع وايد مهم وهو ربط التربية بتعلم اللغة العربية وخاصة إنها مجرد وسيلة للتواصل لكنها رمز للهوية وعاءة للمعرفة بالإضافة طبعا لجمال اللغة العربية وتاريخها العريق وفصاحة البيان وهذا بالتأكيد يخليها أفضل وسيلة للتربية الأجيال على القيم والثقافة والاعتزاز بالهوية العربية الحديث أكثر عن هالتفاصيل ويانا في الاستوديو مساعد مدير قسم اللغة العربية في كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية لأستاذ محمد ممتاز عبد الكريم حياك الله سادي حياك الله أهلا وسهلا بكم وصباح الخير يا وطنة على جميع المشاهدين سادي قلنا نتكلم اليوم عن مفهوم ربط اللغة العربية بالتربية بشكل عام نعم في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلت اللغة هي وعاء الفكر ووعاء المعرفة ولكن لي بسؤال للسادة المشاهدين هل أي ناطق باللغة العربية يستطيع أن يعلم اللغة العربية بشكل فعال أو متميز الإجابة عن ذلك بالطبع لا لأن من خلال تعليم اللغة العربية عليك أن تدرس أشياء أسليب التعليم نفسه عليك أن تدرس لماذا أعلم هذه اللغة العربية ما الأهداف الواضحة التي يتبين منها ما المنهجية التي أعلم من خلالها اللغة العربية كذلك طرائق التدريس هذه تحتاج إلى تربويات ودراسات فإذا أردت أن أختصر أن أقول التربية هي الطريقة التي يتم بها دراسة تعليم اللغة العربية دراسة متأنية وعلى أرض الواقع سواء كان في إطار نظري أو إطار عملي ومن خلالها توجد أسليب التقويم والتغذية الراجعة لخلق معلم يستطيع أن يعلم هذه اللغة بشكل مميز وفعال في المجتمع شو يتميز تعليم اللغة العربية عن غيرها من العلوم شو المميزات المفروضة تكون موجودة في معلم اللغة العربية وتكون مثلا مميز بها عن باقي المدرسين جميل جدا أولا اللغة العربية تتميز بأنها شاملة وقد من الله علينا بأننا في هذه الأمة العربية بأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم وأنا أقول في هذه الحلقة أن لو لا القرآن لن دثرت الفصحة لو لا القرآن في هذا الزمان لن دثرت الفصحة ولذلك المعلم للغة العربية يتميز بأنه يتحدث بلغة شاملة جميع الأصوات يعني إذا نظرت إلى اللغة الإنجليزية وواحد مثلا من إنجلترا أو من بلد أجنبي لا يستطيع نطق بعض الأصوات التي نتميز بها في لغتنا العربية والعكس غير صحيح يعني إذا جئت بشخص يستطيع أن يتحدث الفصحة بشكل جيد يستطيع أن يتحدث الإسبانية والإنجليزية والروسية وجميع الأصوات لأن اللغة العربية في مخارجها شاملة أعطيك مثالا بسيطا حينما كنا ندرس في علم التجويد عن نطق حرف الضاد واللغة العربية تسمى لغة الضاد حرف الضاد إذا درسنا كيف يخرج من الفم ومن مخارج اللسان مثلا على جانبي اللسان لابد أن يلتصق بالدروس الجانبية من الجنبين أو على الأقل من جانب الواحد حتى تستطيع أن تنطق هذا الحرف نطقا صحيحا هذا مثال بسيط مثلا فميزات كثيرة لمعالم اللغة العربية ناهيك على أن اللغة ليست مجرد وسيلة التواصل يعني يظن الناس أو بعض أولياء الأمور أن اللغة مجرد وسيلة التواصل لا في العربية لغة هوية وعنوان الهوية فنحن نستطيع أن نجزم بأن اللغة هي غاية قبل أن تكون وسيلة للتواصل وهذا ما يميز اللغة العربية إذا جئت لدراسة نص سردي مثلا هذا النص باللغة العربية لكنه يتعرض لأشياء في الكيمياء أحيانا يتعرض لأشياء في الفيزياء في الجغرافيا في التاريخ فاللغة وعاء الحضارة وعنوانها ومثال بسيط آخر في القرآن الكريم وإذا البحار سجرت هذه الآية وإذا البحار سجرت هذا له دخل في الكيمياء يعني الأكسوجين وثاني أكسيد الكربون المفروض حينما يجتمعان يشتعلان لأن واحد منهم مادة مشتعلة وواحدة مساعدة على الاشتعال الله سبحانه وتعالى فصل منها هذا الشيء أو هذه الخاصية وإلذلك البحار لا تشتعل وإنما في يوم القيامة يقول الله عز وجل وإذا البحار سجرت اشتعلت وانفجرت لأنه أرجع فيها هذه الخاصية وهذه من الإعجازات جميل وبالتالي سجرت هنا معناها باللغة العربية الفصحة انفجرت وانفجرت نعم القرآن رافض أساسي للغة العربية وتحديداً انفصها لكن لاحظ شيء عند بعض الناس اللي هم ما شاء الله عليهم أنهم حفظت القرآن الكريم أو عندهم مثلا دارسين التجويد في القرآن الكريم تلاحظ أن عندهم مثلا مخارج الحروف أو مثلا يوم يقول شيء أو يقول جملة باللغة العربية الفصحة هو ما يدور كيف تلفظ نعم سبحان الله بالفطرة بالفطرة تكون عنده اللفظ صحيح نعم صحيح فهذا أثر واحد من آثار بعد الغير مباشرة لتعلم القرآن الكريم والتجويد بشكل عام على الشخص اللي هو الشخص العادي تطور عند اللغة العربية نعم بشطريها خلنا نقول يعني فطرية صحيح نعم أحسن نعم الملاحظة طيبة جداً أستاذ وبالتأكيد قد مررت حضرتك في مرحلة التعليم مثلاً ببعض الأصدقاء من يجودون القرآن أو ذهبوا إلى مشايخ في القرآن الكريم تجدهم بالفطرة كما تفضلت ينطقون الحروف نطقاً صحيحاً حتى في لغتهم الدارجة نعم يعني أعطيك على سبيل المثال لدي أصدقاء أنا مثلاً مصري معظم الأصدقاء لا يميزونني أنني مصري نعم حتى في لهجة الدارجة نعم لأنني تأثرت بنطق القرآن الكريم فأصبحت لي لهجة خاصة نعم وهي أقرب إلى الفصحة نعم لأنني أحب اللغة العربية فأصبحت لدي خاصية متأصلة فيها في جميع النواحي طبعاً أتحدث بالمصرية مع المصريين ولكن أتحدث بوجه العام في مجالات التربية والتعليم تجد أن المخارج هي التي تقودني للنطق الصحيحة شكراً والله بعض الناس التي تكلمت عنهم أنه ما يسأل عن قواعد اللغة سبحان الله تطلع مننا الكلمة يوم ينظر مثلاً شعر معين أو يكتب رسالة معين كلمات تطلع صحيحة نحوياً صحيح بالفترة صحيح الأصل أستاذ كما تعلم ويعلم أستاذ المشاهدين في اللغة هي السماع السماع يعني لم يوجد من قبل علم اسمه علم النحو والصرف صح لا توجد علامات الترقيم من قبل هي موجودة بالفترة بالفترة وكذلك النقاط يعني حتى الكلمات العربية كما يعلم المعظم لم تكن موجود عليها النقاط كما نراها الآن في التشكيل وهكذا ولكن أبو الأسود الدؤلي هو من وضع علم النقاط لماذا؟ لأنه أصبح هناك دخلاء على اللغة العربية فخافوا أن تضعف أو يضعف هناك ضعف في استقبال اللغة وهناك صعوبة في قراءة هذه الكلمات فضعوا لها النقاط نعم زين شو أثر تعلم اللغة العربية على بناء شخصية الطفل بشكل عام سؤال جميل جدا في الصراحة اللغة العربية يعني من خلال تجربة في مجال التربية والتعليم وأنا سمعت في الفقرة السابقة عن التنمر وهكذا لا علاقة متأصلة بتنمية شخصية الطفل لأن هؤلاء الأطفال الذين يستطيعون قراءة القرآن أو التحدث باللغة العربية بثقة لديهم ثقة في النفس لديهم الاستطاعة والقدرة على التحدث على الملأ لديهم شخصية قوية لا يخافون أن يتنمر عليهم غيرهم وبالعكس صحيح حينما تجد بعض الطلاب مثلا إذا جاء المعلم وأراد أن يقرئهم فقرة ما في نفس ما يخشون ويخافون من ماذا؟ من تنمر الآخرين فلديهم ضعف ثقة وتكبر هذه العقدة لديهم حتى تتأصل فيهم نعم فتقوية اللغة العربية في الأسرة أولا عن طريق السماء كما تفضلت مهمة جدا لتقوية شخصية الطفل وتجد هذا الطفل العربي القوي في العربية لديه القدرة على تعلم لغات أخرى بشكل أسهل بشكل أسهل نعم هل لأن تعلم اللغة الأصعب؟ أو اللغة الغنية أكثر؟ وبالتالي أنت يوم تنتقل لتتعلم لتعلمة اللغات ثانية الموضوع يكون عندك أسهل صحيح؟ صحيح غنية فعلا هي غنية لأنها قد راهل بعض فيها بعض التعقيدات ولكن هي ليست معقدة أعطيك مثالا مثلا أحد الطلاب كنت أناقشه في مسألة الإعراب نعم وسألت هذا السؤال هل أنت تخاف من الإعراب؟ قال لي نعم أستاذ لدي خبرة سيئة فيه وأخذناه يعني خطوة خطوة فكر في الكلمة نفسها ما نوعها هل هي فعل أم اسم؟ ماذا يوجد قبلها؟ وأخذناها بخطوة خطوة أصبح الإعراب بشكل سلس لديه فهذه المسألة هي متأصلة منذ الصغر وتكبر مع الطفل لكن لابد من وجود ومحظوظ جدا الذي يقابل واحد من المعلمين اللي هو نسميه ملهم ملهم يحبب في اللغة العربية الله عليك نعم هو أهم شيء أن الطفل والطالب يحب ويثق في معلم اللغة العربية على المعلم أن يكون ملفتا لهؤلاء الطلاب بشكل ما يستغل موهبا من مواهبه أو مهارة من مهاراته سواء كانت في الإلقاء سواء كانت في الصوت الجميل سواء كانت في الأداء التمثيلي للقصة كل هذه مهارات نعم أنا لاحظ أن بعض المعلمين أن يوم يعلم اللغة العربية وينقل الحب للغة العربية للطلاب كانت ردة فعل من الطلاب أن يوم هو يقول قصيدة مثلا أو يتكلم باللغة العربية القصية الطلاب يحسون أن هناك كريزمة معينة طالعا صحيح هناك كريزمة معينة وليس موجودة في اللغات الثانية يوم أن تتكلم باللغة العربية بالمخارج الحروف الصح بالنطق الصح يوم يقول شعر عربي مثلا قاموا طلابنا حاليا يشوفون هالموقف أو هالمواقف أو هالأشخاص أشخاص مثلا خلينا نقول مختلفين صحيح يقولوا ما شاء الله عليك طريقة إلقائك جميلة نعم يقول لك مثلا في عندك كريزمة يوم تتكلم صحيح ها لأنه بس هو متقن شوي للغة العربية نعم نعم متقن للغة العربية أحسنت وكذلك لديه هذه كما تفضلت الشخصية أو الهالة الجاذبة واللافتة لغيره فعلى سبيل المثال تفضلت في القصائد هناك من يلقي القصائد إلقاءا يعني أريد أن أقول مثلا ركيكا نعم فتكون الطريقة مملة بالسامع ماذا لو غنى هذه القصيدة نعم مثلا جادك الغيث إذا الغيث هما مثلا العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفة ولا سكنة حينما ألقيها على الطالب بشكل جيد وماذا لو مثلا أذكر منذ خمس سنوات غنينا هذه القصيدة أنا وصف الثامن وكان هناك واحد من المفتشين وأعجب بهذه الطريقة جدا لأن الصف كله يغني القصيدة نعم العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفة ولا سكنة هذه طريقة إلقاء عادية جدا لكن لما يغنيها الطلاب العين بعد فراقها الوطن مقام مقام ماذا حدث من حضرتك التفت التفت صحيح غير الطريقة العادية جدا التي لا يألفها المعظم كذلك في تجويد القرآن الكريم يعني حتى في سورة الفاتحة التي يعرفها الجميع ويسمعها الجميع كل يوم إذا تلوتها بشكل مختلف بتجويد وتصوير يلتفت إليك الطالب ويحب الطريقة وبالتالي يثق في المعلم ويرى فيه شيئا جذابا وإذا أحب الطالب المعلم أحب ما يعلمه حتى لو كانت اللغة إلى حد ما صعبة على الطالب أو وجد فيها نوع من أنواع التعقيدات لكنه أزال الحائط والحائل الأول وهو المسافة التي بينه وبين هذه اللغة وهو حب المعلم على سبيل المثال في سورة الفاتحة مثلا انظر والسادة للمشاهدين يستطيعون ملاحظة الفارق مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه طريقة غير حينما أقول الحمد لله رب العالمين صحيح تلفت الصوت طلاب وكأن على رؤوسهم الطائرة حينما يستمعون يعني واحد من أساليب تحبيب أو ترغيب الطلبة للغة العربية اللي هو نتخذ أساليب معينة نعم نحبب للطالب وكذا نبرز جماليات اللغة العربية وكذا صحيح لكن في شيء ثاني بعد مهم أنت ذكرت ساذي اللي هو موضوع سماع نعم سماع اللغة العربية صحيح صحيح واحد من أساليب تدريب الطالب هذا موضوع أنه يحب اللغة العربية ويتلذذ في اللغة العربية صحيح اللي هو السماع سماع شو بالضبط سماع الشعر حقيقة صحيح نعم نعم شوف حضرتك أشفق على بعض الطلاب من هذا الجيل لأنهم كما تفضلت لا يسمعون اللغة العربية بالشكل الحقيقي وإنما يسمعون قشور في اللغة العربية أين هم من شعر المتنبي وأين هم من شعر شوقي وأين هم من شعر ابن الرومي هناك الكثير من الطلاب لا يعرفون من هؤلاء الشعراء أصلا لماذا؟ لأن اللغة الأجنبية والإنجليزية إلى حد ما تغط في لغة العلوم والإنترنت والبرمجة وهكذا ويعني من هذا الباب وأتخذ هذه الفرصة في هذه الدولة أحيي جميع القائمين على اللغة العربية والاهتمام ببرامج اللغة العربية مثل برنامج تعد قراءة العربي صراحة مبادرات رائعة جدا في الدولة وأرجو أن يحذل جميع حذوها مسألة التحدث عن هذا الموضوع والسماع مهم جدا الوثائقيات يعني مثلا طالب يمل من قصص عادية طيب أوجهه كولي أمر إلى مشاهدة أفلام وثائقية تتحدث عن حياة الحيوانات والإثارة فيها قصص معينة هذا الطالب يحب القصص البوليسية أو فيها حدث وإثارة ماشي يعني وجهه لاستماع اللغة الجيدة حضرتك وأنا وجميع الأجيال الحالية والسابقة نشأنا على الاستماع إلى برامج الكرتون المدبلجة باللغة العربية حتى أصبحت متأصلة فينا حينما لأن العقل الباطن العقل الباطن يسترجعها مرة أخرى اللي بسموها فلاشباك استرجاع يسترجعها حينما نتحدث وتخرج الألفاظ كما سمعتها في طفولتي فهكذا فهي أهمية السماع تبطت ويانا الأفلام الكرتون بنصيحة تبطت ويانا بعد في العقل الباطن أن اللغة العربية كانت تقدم نعم تقدم فيها النصيحة نعم بطريقة سلسة وجميلة نتكلم عن المبادرات تحدي القراءة الكثير من المبادرات تقوم فيها الدولة لدعم اللغة العربية هذا يشجع أن يوم نشوف مثلا الفايز في اللغة العربية أو في تحدي القراءة مثلا ونشوف المسابقات العديدة تقوم فيها مؤسساتنا الحكومية نشوف أن هناك كمية إعجاب على السوشال ميزي بالقارئ أو حاصل على المراكز الأول أو الثاني أو الثالث حتى نحن ككبار نشوف هالنموذج نقول ما شاء الله عليهم هل نوع من المبادرات يخلي عندنا قدوة لتعلم اللغة العربية؟ بالفعل أحيي المشايخ والمسؤولين تحية كبيرة لهذا مبادرة تحدي القراءة العربي وحدها رحلة من الرحلات التي لا تنتهي ومنذ أيام كنت أشاهد الحفل والاحتفال بهؤلاء الأطفال والكبار كيف ذهبوا بعيدا بهذه الكتب ورحلوا معها وهذه القصص ودونوا ملاحظاتهم وتلخيصهم وناقشوا فيها ليست بالسهلة كذلك أنظر إلى أسلوب هذا الطفل أو هذا الطالب وهو يلقي الكلمة على الجمهور تجد أن لديه كما تفضل القراءة أثرت في أسلوبه وأثرت في أدائه كذلك منصة مدرسة مثلا الشيخ محمد بن راشد منصة مهولة يعني فيها زخم رائع من المواد سواء كان في اللغة العربية أو في العلوم أو في غيرها فهناك مبادرات وتطبيقات هناك تشجيع من المشايخ والشيخ الكرام على جعل جوائز ويكرمون هؤلاء المعلمين في اختراعات مثلا برامج لتقوية اللغة العربية أو إثارة حفيظة الطلاب لكي يتعلموا اللغة العربية وهناك الكثير من الزخم الآن في الذكاء الاصطناعي ربما ونحن جلوسون الآن يوجد برنامج جديد قد أخرجوه يعني كل يوم يخرج برنامجا جديدا أو تطبيق جديد في تعلم اللغة العربية جميل يعني هالنوع من البرامج التحفيزية وهالمبادرات التحفيزية لتعلم اللغة العربية ومثلا إعطاء الجوائز للناس المتميزين في هالمجال رجعنا لزمن العصر الذهبي للغة العربية لإمكان أن الشخص الفصيح له مقامة بين قوم له مكانة بين قوم الشخص اللي هو كان مثلا الشاعر نعم كان جدا مقدر بين قوم ذلك عديد من النماذج يعني كان كانت في الزمن الذهبي للغة العربية موجودة حاليا يابسين بهالمبادرات نعيد القيمة للشخص الفصيح الشخص الناطق باللغة العربية بشكل صحيح وبالتالي يكون عندنا قدوة مبارك الله فيك نعم هذا صحيح جدا يعني كما تفضلت على سبيل المثال في العصر العباسي لكل ديوان حاكم لا بد من مجلس للشعراء والقضاء والذين يلقون الكلام بشكل جيد على السامعين وهناك مسابقات وهناك كان سوق سوق عكاظ المشهور نعم لمباراة في الشعر العربي نعم فأرى رغم الصعوبة ورغم التحديات الموجودة الآن من تداخل اللغات الأخرى والإعلانات والزخم وهذه إلا أن هناك مبادرات تحيي هذه اللغة ولن تموت بإذن الله طالما هناك القرآن الكريم كما ذكرت في بداية القرآن الكريم الأساسي طبعا للغة العربية الفصحة شكري تواجدك ويانا السادي مساعد مدير قسم اللغة العربية في كلية بيلة تخاطب بالإنجليزية لأستاذ محمد ممتاز عبدالكريم شكرا لتواجدك على هذه المعلومات الأعضاء بارك الله فيكم بارك الله فيكم